اشتركوا في القناة وقد قام سعادته وزير شؤون الدفاع بإزاحة الستار إذانا بافتتاح الأقسام الجديدة التي تم إنشاؤها بمستشفى الملك حمد الجامعي حيث قام سعادته بافتتاح كل من قسم الرنين المغناطيسي البوزيتروني ووحدة العناية المركزة والمزودين بأحدث الأجهزة التشخيصية والعلاجية المتطورة والمتقدمة وبعدها قام سعادته بافتتاح صيدلية الذكية التي تحتوي على أحدث المعدات والآلات الإلكترونية الحديثة والمتخصصة في تجهيز وإعداد الأدوية وآلية تركيبها وسرعة صرفها بعد ذلك افتتح سعادة وزير شؤون الدفاع وحدة العناية المركزة للأطفال والمتخصصة في تقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية والخدمات العلاجية اللازمة للأطفال المرضى من ذوي الحالات الحرجة بشكل مستمر كما قام سعادته بالإطلاع على مشروع ألواح الطاقة الشمسية التي يستفاد منها لتشغيل جزء من الاستهلاك الكهربائي للمستشفى والتي ستسهم في إنتاج طاقة نظيفة وتحقق ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بعد ذلك توجه سعادة وزير شؤون الدفاع إلى مركز البحرين للأورام حيث قام سعادته بافتتاح مركز أبحاث السرطان الذي يهدف إلى وجود بيئة بحثية متقدمة في مجال علوم أمراض الدم والأورام مع التركيز على سبل الوقاية والعلاج بالإضافة إلى توظيف الأبحاث العلمية نحو استكشاف استراتيجيات جديدة لعلاج المرض والعمل على تصنيع المركبات الكيميائية وإجراء الدراسات المختبرية ذات العلاقة بعد ذلك تفضل سعادته بافتتاح جناح الأطفال بمركز البحرين للأورام وأشهد سعادة وزير شؤون الدفاع بالجهود الطيبة التي بذلت لإنشاء هذه الأقسام الطبية التخصصية والتي تعتبر من المشاريع توسعية لمستشفى الملك حمد الجامعي والتي تعد من التخصصات الرائدة على مستوى المنطقة وما وصل إليه من مستوى علمي متقدم بدعم ورعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حافظه الله ورعاه وبتوجيهات ومتابعة من صاحب المعالي المشير الركنى الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين لتطوير المنظومات الطبية بقوة دفاع البحرين لتحقيق أعلى المستويات العلاجية والصحية وفق أحدث التقنيات الطبية المتقدمة بسواعد وطنية إدارية وفنية في مختلف المجالات الطبية حيث يقدم مستشفى الملك حمد الجامعي رعاية صحية وخدمة علاجية متكاملة داخل مملكة البحرين ويعد افتتاح هذه الأقسام الجديدة إضافة نوعية إلى جملة الخدمات الطبية التي يقدمها مستشفى الملك حمد الجامعي إلى المرضى من داخل المملكة حيث أوضح اللواء طبيب الشيخ سلمان بن عطية الله آل خليفة قائد مستشفى الملك حمد الجامعي على ما تحتويه تلك الأقسام من أجهزة متقدمة تشخيصية وعلاجية تعد من أحدث التقنيات والمعدات الطبية المتطورة على مستوى العالم ومدى إسهامها في رفع مستوى الخدمات العلاجية والرعاية الصحية وفق أعلى المعايير الصحية بعدها شاهد سعادة وزير شؤون الدفاع فيلما موجزا تضمن مراحل إنشاء أقسام جديدة بل مراحل إنشاء أقسام جديدة بمستشفى الملك حمد الجامعي وفي ختام الزيارة قدم اللواء طبيب الشيخ سلمان بن عطية الله آل خليفة قائد مستشفى الملك حمد الجامعي هدية تذكارية لصعادة وزير شؤون الدفاع بهذه المناسبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر